ديوميل موجة تسباح رياض الأندلس ولعوينة أفولاين واحد وعشرين سبعمية وخمسة أربعمية وفمونتاج ستة وعشرين ميتين وتسعة وستين تسعمية وواحد وسبعين للزوينة بالصحة والرحة لكل زوينتنا زوينة إيمان صباح للخيرات مؤسسة وصاحبة للزوينة صباح الورد والخيرات صباح الخيرات صباح الفل صباح اليسمين إن شاء الله نهاركم طيب مزيين وجمعة مباركة بالخيرات على مستمعي راديو ميت وعليك أنت عفوفة بالذيت غيبة توحشتكم والله توحشناك توحشتكم وتوحشت راجعتي ما بيننا راديو ميت دونك آخر مرة حكينا على مشاكل الشعر كيفية معالجته التصاقط الفراغات الشعر المتجعد الشعر الشيح الشعر المفيش لمعة وعطينا حلول وعطينا عدة حلول منهم تركيبة الأعشاب والزيوت زيت القطران مانكو تبوس اللي هي تعمل على تنبيت الشعر وفراغاته دونك كيفاش يتم السوان كابيلاغ هذية عن طريق حمام زيتي مرة في الأسبوع نختار نختار وزيد بعناية نوعية الشامبون قاعدين قادمين على جفف البشرة بدرجة أولى متشور بتغيير مرة سخونة مرة بردة مرة دخل معناية برشة زيدة اللي ما يستعملوش لكخان صاليخ واللي أحنا نعاود ونقوله راهو لكخان صاليخ لا يتنحى لسيف لشتي لخريف لربيع راهو حتى كان مش الشمس راي أشعة الشمس ظهر أكثر من الشمس لحد ذيتها وراهو قدمة تحمي بشرتك من الشمس وأشعتها قدمة البشرة تقعد رطبة قدمة البشرة ما تعملش مناطق ديكنا قدمة البشرة ما تكبرش على بكري وتعمل التجاعيد قدمة قدمة البشرة تقعد صحية ونظيرة وغلا احنا دوه أعطيني بدرجة أولى يا عفيفة إنه نحكيه على الصحة صحة البشرة كيما يقول لك توكل ميكلا صحية مثلا ما نعرفش أنا امشي في روتين صحي ما تصهرش برشة تقوم بكري تبخاتي كل أسباخ دوك إينا قبل ما نوصل لنظرة البشرة وقبل ما نوصل للبشرة اللي ما تعمل ليش التجاعيد وقبل ما نوصل للكودكلا وقبل ما نوصل للبون مين أعطيني بشرة صحية يعني صحة البشرة بدرجة أولى دوك أول حاجة نقولها للزوينات اللي تبعوا فينا الكل مع عمرك ما تستغنى على لك خان صليغ متاعك راهو يعني حماية سواء لوجهك ولا رقبتك ولا إيديتك أكثر حاجة معرضة للشمس وأشعتها الحاجة الثانية اللي نوصله بها هي الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب يعني راهو الترتيب هو الحل الأمثل ولا مثيلة لهو كنقول إنه يخلي البشرة اللي تلوج على البشرة النظيرة اللي تلوج على البشرة المروية اللي تلوج على البشرة المرتاحة اللي تلوج على البشرة اللي تحب يعني تعالجها من الحبوب وآثارها ولا تعالجها من المناطق الديكنة أو من أي مشكل مثل مقلقها أول قاعدة تخوها وتلتزم بها هي ترتيب البشرة. ترتب في الليل قبل النوع وقبل الترتيب لازم تكون بشرة نظيفة. يعني نففه بشرتنا وبصبح قبل ما تخرج زيدة ترتب بشرتها وقبل ما تعمل لكها. بي. احنا في ليلة الزوينة نخدمه بعدة مجموعات. عنا مجموعة الورد والعكر الفيسي. وزدنا عليها الرماء. وعنا مجموعة الأرجال. اللي زيدة فيه لوبين اليمني. وفيه الكركم. هذا الترتيب بيذري الأقوى. اي. مثل أنا تقول لك بشرتي ما عنديش مشكل. اما مثلا نحسها شيحة نحسها بشرة باهتة نحسها بشرة ما فيش نظارة تيعبة. كما قولوا احنا بشرة تيعبة. صفرة يعني تيعبة. احنا هنا في ليلة الزوينة ننصح بمجموعة الورد والعكر الفيسي. الورد والعكر الفيسي يرجعك البهجة للوجه. تحس الوجه منور. تحس وجه مشرق. تحس وجه ضاوي. هذا اللي حاجتي بيها. يعني وقت اللي أنا نعطي نقول لها تحس بخاتيك بالليل. سيرام البتخوى. اللي هو سيرام إليميناتر. يعني كيفش نقوله. سيرام ينور. يرجعك الكلام تاع الوجه. ومعاه كريم زينة. هي كريم بيدها من ملمسها ومن آآ ومن آآ ومن آآ ومن آآ اللونة متاحة ومن ريحتها غوزة. تعطي آآ تعطي لك ولو غليفة غوزة للبشرة. ومعاها نستعملو جماج الرمان والعكار الفيسي باش ننطفو بشرتنا بيانسوخ. والصباح نعودو نفس الروتين. بالنسبة للبشرة اللي تقول لك نحب نتلهي ببشرتي. أما في نفس الوقت وصلت إنا لعمر. ولو إنه مظابية ما نخلطش للعمر اللي إنا لازمني نستعمل ضد التجاعد ولا محربة الشيخوخة المبكرة. لأ إنا مظابية قبل ديما. قبل معناه أتيتخ بخيفونتيف وقائي. معناه إنا نبدأ نتلهي ببشرتي بش تجاعد ما نجينيش على بكري. تجيني في وقتها مرحبي بيها مش بشو نقول لها إليه إنا فهمت؟ دونك هونيا إحنا نعطيو الأرقان زيت الأرقان كريم الأرقان سيغام الإكستخيم تاع الكنكابغ الإكستخيم تاع الفقوس لسيت إياليغونيك لسيت إياليغونيك اللي توا يمشو يزرقوه في معناه في الزريرق في الوجه مش يعطي لفيت دو بوتوكس وكل الحق الناس اللي ما تحبش تد تدخل تحت الحاجات هذية دونك نوفره لها إحنا في سيغام يشحط البشرة دونك يعالج التجاعد يعمل على تأخير الشيخوها المبكرة دونك ثم 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 لهوة وفم روتين كامل ومتكامل تتلهي بيه مش تخلي بشرتك نقول دي ما صغيرة يعني دي ما صغيرة يعني التجاعد ما تجينيش على بكري معناها التجاعد تجيني في وقتها وهذي حاجة لازمة هذي باللهوة انتي كانت تحط دوزنساء واحدة مثلا نقوله في العمر ثلاثي تحطها تعطي واحدة تعطيها روتي متع عناية بشرة ومكافحة التجاعد وكل واخرى تخليها كاكة معنى السيكس بوز للشمس ما غير حماية ترقد ما تغسل وجهك هاو شوف تغسل وشوف ليه زيدة ما عندها لا روتين لحتى شيء وانتي ايجا تفقدني عشرة سنين القديم شنو الفرق؟ تو تلقى هذي قاعدة بشرة نظرة وصغيرة وضاوية وفيها الكوديكلاو وفيها لابونميل وكيتوغزر تصلي عني بيه والاخرى هتلقاها كبرة تقول وقتها كيتوغزر لها في الاربعين سنين تقول هذي عمرها ستين سنين ايمن ديرنيغمان نشوف موش ديرنيغمو عندي بكون ثلاثة يام التالية نقرب في رشيخش على تأثير الشمس والتجاعد وكل تعرف فيما تسويرها وهي سيونتيفيك الرشيخ هذي قريتها عملوها دي مدسان استيتيك دجا على واحدة سوق الكاميون اشتر روجه اللي في معرض للشمس كيفيش واشتر اللي مخبي كيفيش معناها المين بيخسون كديغمرا باركزمبل متعرضة للشمس ولا كلنا وصمحني احنا مش الشمس بركة احنا عنا عنا معنا عنا دي زي في خريب الاستخيس سمحني نقصان شربين الماء معنين قومين معنين نصنوا اسختان مامي فيل نعملو الماكياش الماكياش انتي كتروح وما تنطفوش يسدلك الماسيب يطلعلك الحبوب الماكلة الكل ماكلتنا صحية ناكلو صلايت وناكلو الخضرة وناكلو الغلة معني اخذر الرام الواقع اللي نعيشه ولي عيشه الناس القرابلي نحاولو حكا نشتهدو امام الوقت وذيق الوقت والجريان والكل مخلينيش على اقل انتي مع هذا الكل روتينك اليوم يخلي انا دي ما نقولها معروفة بيا الكلمة انه تسرق وقت الروحك تقول اينا طو قبل ما نرقد اذيك اربع ساعة ليا ملكي اينا نحط اتزانة متاعي تحت راسي ما نعرش هنا نحطك حتى فقرة نقراها ولا مثلا حتى مش ندخل على الانترنت ولا على الفيسبوك وكلنا طوى بالفيسبوك والانستقرام وبالدنيا الكل ونحط حتى انا في فرشي مريع قدامي وننظف وجهي ننظف وجهي جابليك الكخاب جابليك السيغام ايديتي كيف كيف ما ننسى هامش رقبتي انه اخذر حتى الريحة عندها دخل انتي اصلا كيتشم الريحة هذيك المسيناح تتفرهد نفسيك تتفرهد وترقد رقبتي وتو تشوف سيخطوه بالتجربة يا عفيفة كي تقوم الصباح كيفاش تحس وجهك راوي انا نحب كل واحدة طبع فيها تجرب تجرب مثلش تعطي الروحة فرصة ليلة تقول بيش نعمل تبلو بالكخوة تقول الليلة هذية بيش نرقد مني عاملة بيش نعمل زيرو روتين في وجهي لا تنظيف لحتى شيء تخسلو بالماء وترقد ومن غدويكة في الليل تعمل روتين وتقارن الصبحيات اللي بيش تصبح فيهم الصباح تهو حدها تحقب تولي مش تخسر روحة تولي تقول مليوم ما بقاش نسيب روحي ما غير روتين ميم انتي حتى الصباح كي بيش تقوم وبش مثلا تخدم ولا عندك من عرشنو عندك حسيلو وتوفا ابليكي مثلا لن فونديشن ولا توفا خط حاجة لا بون مين حتى المكياش كي يركب على بشرة نظيفة مش كي ما يركب على بشرة مش نظيفة كوكو معلوي بوس عبدا تقول لك منتو جات كي هبلو ناس كل تشكر فيه مقاتلك زوينا امونا اعملنا مسابقة على المشاركة معكم في اللايف على البرنامش عاليش لي نواليو نعملو نعملو نحب نذكر اللي تشارك مرة ماذا بيها يلي تحتر تحترمنا اليوم ما نشوش نقبلو على خاطر الوقت يجري ونحبو خاليو امونا توحشناها دونك ابا اختيغم الجمعة الجاية ان شاء الله ويمكن نشوفوا حكاية اللايف ان شاء الله تشاركونا في اللايف وناخذوا اسم من اللايف ان شاء الله مطابينا برشا زيدا تسئوليت اسألونا اترحوا اسألتها كتبتلك مجموعة الفوستقية مفهمتش ذري تحب تسأل عليها نغضا مجموعة الفوستقية هي اكستخيل فوضتك خدمناه اه ودخلنا عليه ديزاتخ انجغيديان اه قينيه كي احنا عملنا لبتيت غشيخش قبل ما نخدموه قينيه مفيد جدا للناس اللي تعاني من الحبوب واثارها يعني لزاكناه ولتخاص داكناه كيف كيف راهوا الفوستقية بعد ليك انتي كتخرج حاجة ويجربوها بعد تبدأ تحكم اكثر واكثرين من تجربة زبينات اه القينة فما شكون حبت تعجبها الفوستقية واخذيتو وهي ازيغوب خبليم راه معناه ما عندهش لزاكناه اما قاتلك انا عجبتني الفوستقية معناه اسم الفوستقية اه زهرة قاتلك انا سألتها يا زهرة تسأل لقاتلك سمح برشا سمح صحيح قينة الناس عملت لهم اه 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 را رضت لهم البشرة بالكديع اعطتهم كودة اه 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 اعطتهم بون مين ياسر بها وراهوا تجربتي حتى مثلا في العائلة ولا الكلفة مشكول اللي يخذوه وما عندهمش داكناه معناه كي قلت واقتا راهوا للي زاكناه قتل تليتي خانجربو الفوستق ما فاميش فوستق معنى فهمش عم بخدوه مخدوه بالإكستقيم تعالفوصدق فهمت معنى للا زوينة كاللينا أحلى الأسباقية وكاللينا معنى إكسكليزيفيتي إننا خدمنا حاجة بالفوصدقية بالفوصدق بلوتو دونك جربوا جربوا بالحق معنى تأتي أنيكلا وتأتي إدغاتاتيو يسري يسر مزينا وروتين يومي كما كنا نحكي وفيها كل شاي فيها كل شاي فيها القماش فيها الكريم فيها السيغان فيها السابونية بش نختمه فما سؤال جي وانا بش نخليه للجمعة الجاية على خطر وقاية مش وقاية الفينة أما وقاية أنا بش نحكيه وعلي البقاعة داكنا خليه موضوع على جاي إن شاء الله وتوا وقته على قاتلك بربي البقاعة داكنا اللي يكونوا جوايدين على الوجه كي يظهر على الوجه كي ما بص الخال ولا كيفاش البصد خالة حاجة أما البصد خالة وان مش حاجة والمناطق داكنا مثلا الجي بعد الحبالة جي سوي فان ضربة شمس تجي سوي فان انتي مثلا استعملت أنصرت أبخو دوي معنيها مخرج شمعاك وعملك كنت خانديكاسيون مثلا لي تخو بالأغمونال إذو ما حاجة أخرى أما ما عمرو ما مثلا أبخو دوي بش يدخلي في البصد خالة ويدخلي في النماشلة موضوع نجي حاجة أخرى موضوع نجي إن شاء الله البقاعة داكنا بيف كيفاش نختمو نخدمو بكل محبة نخدمو بكل روح مزيينة ماش تغيب علينا والله التزامات أختي عفيفة تعرفني ما نقعدش عليك تعرفني ما نغيبش عليك تعرفني نحب برشا راديو ماد وزوينات راديو ماد آما شوية الالتزامات وجمع علي قبلها مريضة ما نجمتش كنت مريضة وجمع علي فتت عندي شوي التزامات في الجنوب التونسي داكو هنرجعنا وإن شاء الله يا ربي القدام برشا حاجات جديدة بإذن الله نختم بجنريك للا زبينا ونرجع نختم معكم حلقة اليوم إن شاء الله على خير عندك مشكلة مقلقتك تخص بشرتك ولا شعرك تحب على بردوية إفكاس 100% طبيعي الحال موجود عند للا زبينا للا زبينا تسمعك تنصحك وتعالج لك مشكلتك في كل نقاط بيحة بالمنار الثنين منوبة المروش خمسة رياض الأندلس والعوينا إنفولاين 21-705-418 26-269-971 للا زبينا بالصحة والرحة لكل زبيناتنا بالزيد والعين وللا ترجمة نانسي قنقر